بسم الله الرحمن الرحيم مرحبا فيكم في الجلسة 249 لمجلس الوزراء يصوت مجلس الامن اليوم على مشروع قرار لوقف اطلاق النار وإصال المساعدات إلى قطاع غزة إنني آمل أن ترتقي جميع الدول العضاء إلى مستوى شلال الدم النازف في غزة وأن يتم التصويت بالإجماع على مشروع القرار وأن يتم إلزام إسرائيل بتنفيذ القرار إن تصرف إسرائيل الإجرامي كدولة ماركة فوق القانون وكدولة مجرمة يجعل من يقف معها شريكا في الجريمة مطلوب من الولايات المتحدة والدول العضاء الدائمة عدم استخدام الفيتو بحق القرار الذي تبنته عشر دول العضاء في ملس الامن مطلوب وقف تزويد إسرائيل بالسلاح والمال ومطلوب وقف إزدواجية المعايير هل يعقل أن تستخدم واشنطن الفيتو أربع مرات منذ سبع عشر لمنع قرار يطالب وقف إطلاق النار لا يعقل ولا يجوز يجب وقف حماية إسرائيل في الأمم المتحدة لأنها دولة ماركة مجلس الوزراء يتابع الجرائم التي ترتكب بحق أهلنا في القطاع ويعمل كل الممكن على رفع المعاناة عنهم من خلال إيصال المياه وتنسيق المساعدات وغيره ونعمل مع العالم على وقف العدوان وهذا أساس كل شيء ألا يكفي ماكنة القتل الإسرائيلية إعدام أكثر من 32 ألف إنسان معظمهم أطفال ونساء ألا يكفي ماكنة القتل الإسرائيلية جرح أكثر من 72 ألف إنسان معظمهم من النساء والأطفال ألا يكفي ماكنة الدمار الإسرائيلية تدمير أكثر من 281 ألف وحدة سكنية بين دمار شامل وجزئي وتشريد أكثر من 1.6 في العشر مليون إنسان هل يعقل أن رصيف الممر المائي الذي يتم بنائه على شاطئ غزة من مخلفات المباني المهدمة معجون بجثامين الشهداء التي كانت مدفونة تحت الركام هذا رصيف لممر مائي برائحة الموت الرحمة للشهداء الحرية للأسرى جميعا ولأخي مروان البرغوثي والشفاء للجرحى عاشت فلسطين وشكرا ترجمة نانسي قنقر